فيه مواصفات لحاجة اسمها فيلم العيد يعني فيلم العيد ليه مواصف طبعا والاغنية الشعبية الحرائة جدا الرأسة كمان آآ موجود كل ده موجود في كل الافلام بيتركز اكتر في فيلم عصاب تل ماكس لان هو فيلم العيد التقليدي الفيلم العيد اللي هو معمول للعيد معمول للعيد اوي هو مش بيران على اي حاجة تانية بقى الافلام لأ فيها يعني طموح لمع بعد العيد آآ انما نقدر نقول ايوة نعم في جمهور للعيد لو سمات وصفاته الواضحة والمحددة وفيه افلام للعيد لها سماته وصفاته المحددة الموضوع وموجود في كل الدنيا حتى لما بنشوف افلام الكريسماس غير افلام الصيف غير افلام الاوسكار موسم الاوسكار يعني ده مسألة متماشية مع ظوار السينما في العالم كله بس على فكرة جمهوري العيد عندنا في مصر هو تركيبته بتتغير مع الوقت مع تغير اصلا تركيبة السينمات واماكنها والسينمات الشعبية مثلا بتقل اوي في مصر السينما اللي هي القاعة واحدة دي اللي بتعرض فيلم واحد بتذكرة زهيرة اللي بابع على الشارع اللي بابع على الشارع في عماد الدين اه او يعني عماد الدين باعتباره الشارع الاساسي كان للسينما المصرية ودور العرض السينمية السينمات اللي كانت رخيصة شوية اللي كانت فيها الفئات المتوسطة والفقيرة ممكن تدخل السينمات دي بتقل اصلا اه بينما بتتركز دلوقتي السينمات اكتر في المجمعات المولات المناطق المدن الجديدة اكتر ما بقاش فيه السينمات يعني بتقل فبالتالي حتى جمهور الاعياد بقى هو جمهور طبقيا مختلف انا في رأي انه هو بقى طبقيا حتى مختلف يعني الطبقيا مختلفة في نفس الوقت الجمهور اللي هو بتاع عماد الدين بياخد الماكروباس وبيروح المول اللي في المدن الجديدة وجزء من الفسحة لان احنا وردو معناش دراسات اجتماعية دقيقة موجود طبعا بس عموما يعني كل منطقة الجيزة والهرم دي كلها بتيجي على مول العرم مثلا انفرج على السينمات فيه يعني فيه كده مدينة النصر عين شمس مش عارف ايه بتروح على سيت ستارز فمش بالضرورة الوجود جوة لا لا حتى بشكل الافلام نفسها